أخيرا عادت ريوف إلى مقاعد الدراسة بعد عملية ناجحة أجريت لها خارج البلاد كانت الطفلة البالغة من العمر ثماني سنوات محرومة من نعمة السمع والكلام فعادت الابتسام إلى محياها من جديد عملية زراعة الكوكاعة للريوف عادتها للتصرف كبقية أكرانها ومكنتها من مزاولة حياتها بشكلها الطبيعي هنا في وادي حضرمو تسع القائمين على جمعية زارع الكوكاعة وضعف السمع إلى بذل المزيد من الجهود في تعليم الأطفال السمع والنطق ودمجهم في المجتمع وإجراء عملية زراعة الكوكاعة حيث تطالب الجمعية بتقديم العلاج والتدريب والتأهيل لعدد من الأطفال من بين زارع الكوكاعة وضعف السمع فهذا الشيء الذي دفعنا أننا كآبة اجتمعنا وحطنا رأي أننا نقوم بإنشاء جمعية ونقوم إن شاء الله وهذه الجمعية فكرتها مستقبلا تكون على مستوى كبير تعد حكاية الطفل ريوف قصة نجاح لهذه الجمعية لكنها أيضا تنتظر أن ينضم إليها البقية من زملائها للعودة إلى الحياة الطبيعية بالنطق والسمع ريوف البالغة من العمر ثماني سنوات لم تستطع السمع منذ مولدها ولكن بعد زراعة عملية القوكاعة السمعية استعادت سمعها فهي كبقية أطفال العالم حدد مساعد قناة بالجيس سيئون